اسكيلة الوزين الاستراكشور بتاعها هي عبارة عن 22 عظمة بنوع من انواع الفايتبراز شوينز بيسموها سوتشارز خمسة من الهزينة من هذه العظام كانهم انبيرد او سينجل وتمانية منهم كانهم بيرد ده الشكل اللي عامل الشكل العامل لو جينا اخدنا خط تخيلي فيها يبتدي من عند روت اوزينوز ويمشي اوبليك تحت المستيد بروسس هيقسم السكل الى جزئين اثنين هيقسمها الى ابر بستيريور باردي يسموه كرين كرين كرينيام ولور انتيريور باردي يسموه فيشيال اسكيلتون مكون من ابر بارد هو الفيشيال بونز ولور بارد هو المندول طيب البونز بسكل وي ارتكوليتت مع بعض بتكون للسكل خمسة سيرفيس كل سيرفيس يسموه نورما وجامعها نورمي على هذا الاساس انا عندي ابر سيرفيس اسمه نورما فرنة مسطيريور سيرفيس هو نورما اكسيرفلس انتيور سيرفلس نورما فرونتلس سيرفلس نورماобوت عرس نهضهم سيرفيف Cad Um ثم تدريس التفصيلات اسمها تدريس العاما الىUsur نحن نجد ان في عندي تلاتة اتنين تلاتة اربعة او 3-2-4 ايه 3-2-4 دي 3-2-4 انا عني 3 سوتشار كل سوتشار زي ما اتفقنا هو فيبرس جوينت اتنين ترانسفيرس اول واحد قدامه كبير وعريض واسمه كورونال سوتشار والتاني قصير وشكل حرف الايه واسمه الكورونال سوتشار سموه كورونال لان بيلف ع الرأس زي التاج اللي بيلبسوه البنات الطوق فطوق ماشي زي التاج زي الكورونال الارض كده كان مجلاف في حوالينا الارض وكذلك اللامضويد سموه اللامضويد لان الاصل اليوناني القديم لكلمة اللامضويد هو الحرف ايه اللي هو يشبه اللامضويد سوتشار الاتنين سوتشار زي اللي بالعرض الكورونال من قدام واللمضويد من وره هيتقابلوا مع بعض بلونجتيلونال سوتشار يسموه الساجسال سوتشار فعلى الاساس ده انا عندي ثلاثة سوتشار هيصمه الفولت اوفزا سكار اللي هها نورمة فرتيكاليس الى اربع بون بون من قدام اسمها فرانتال بون اتنين بون من السايدز اسمهم بريتال بونز وبون من الخلف اسمها اكسبتال بونز التلاثة سوتشار اللي اسموا اللي سقال كاب الى اربع بونز هيتلتقوا مع بعض في تو بوينز بوينت من قدام اسمها بريجما وبوينت من وره اسمها لامضا يطر البونت دي كانت موجودة زمان في الاطفال لا قبل سنة 18 شهر البريجما دي كان اصلاها من برين اسمه انتيريور فونتانيل هذا الممبرين بيمثل الامبريولوجيكال اورجين افزي سقال كاب قفل عند سنة 18 شهر اما البريجما اللي هي كانت مكانها في الاطفال قبل سن يعني قبل سنة 6 شهور كان مكانها من برين واسمه البوستيريور فونتانيل قفل عند سنة 6 شهور ودي بتمثل الامبريولوجيكال اورجين ايضا افزي سقال كاب اما الاسمبيشيال فيتشارز افزي نورما بيرتكاليز فكانت تشمل الادي الرسمة ديت انا فيها شفت الاسقال كاب بالجنرال فيتشارز اللي هما الكورونا من قدام اللامدويد سويتشارز من وراء ويصل بينهم الساجتال سويتشارز هنجد فيتشارز خصوصية من هذا السيرفيس تمثلت في صورة وجود عدد اتنين بريتال امشاري فورامنا هيظهرهم من 3 الى 4 سنتي على النقطة اللي بين كان بيسموها أما فكانت نقطة بيسموها الفيرتكس لو جنا ننظر هنجد 2 rounded elevations هيظهرهم على sides of the brightal bones ويسموها البرائتال eminence كلمة eminence يعني smooth rounded elevation يظهر غالبا على surface of a bone وأيضا بالمثل هنجد اتنين rounded elevations هيظهرهم على front of the frontal bone ويسموها frontal eminence دي كانت التدريسة الخصوصية للنورمة verticalis بعد كده نيجي تشوف surface التاني اللي هو the posterior surface اللي اسمه norma occipitalis أسهل رسمة دي نتصور به هذا surface هنرسمه كما لو كان سماعات الأوزن قص كبير راكب فيه سماعتين القص كبير ده هيمثل bone الماس بتاعت النورمة occipitalis السماعتين دول عبارة عن 2 بروسفاكس خارجين من temperal bone اسمه mustoid post نقفل الرسمة من تحت بقص متعرج يبقى المنطقة دي هي norma occipitalis أما نشوف تدريس العامة والخاصة مع بعض الأندمك features of the norma occipitalis هنجد ان بقية سجدة السوتشر اللي جاي اللي من فوق هلاقي ينزل لحد نص norma occipitalis وهيلتقي مع lambda في النقطة المشهورة المعروفة باسم اللمضة هذه كانت أيضا من norma vertikalis طيب الطيوب rital bones والoccipital bone والmostoid bone هم الخامسة bones المكونين لأرضية النورمة occipitalis هنجد سوتشر صغير على sides هيفصل occipital bone عن occipital bone واسمه occipital mastoid أو mastoid occipital social تكنت التدريس العامة للنورمة occipitalis بخصوص التدريس الخاصة special features هنجد فيه small elevation هيظهر في الميت بوينت بين اللمضة وبرومين كبير يظهر في the base of the skull اسمه from magnum هذا البوني prominence اسمه external occipital occipital protuberance المراد المراد بتاع الانيون يمثل السنتر بتاعه من هذه النقطة هتنبعث كل special features of the norma occipitalis الspecial feature تمثلت في وجود linear elevation يمتد من الانيون لحد الفورم مجنم يخرج من الانيون اللي هو external occipital protuberance two curved line هيمسكوها في المستويد bone او المستويد process وهيسموه superior new line line اما another two lines هيخرجه بالضبط من middle point of the external occipital crest و المستويد process واسموه inferior new care lines وايضا على بعض نقطة سنتي افاف inferior new line هيخرج another two curve line يسموه highest new lines دي كانت العامة والخاصة للنorma occipitalis طيب هنجد too small foramina هيظهرهم في back of the mastoid process يسموه mastoid immisery foramina بلات يمر من خلالهم vein صغير يوصل veins القعدة parallel skull بال veins القعدة gold skull وهنحكي بعد كده معنى كلمة immisery يعني اين النorma frontalis الليها anterior surface of the skull anterior surface of skull او النorma frontalis لها general feature تمثلت في صورة bones sutures هنرسمها ازاي قرص كبير هينتهي u shaped like pattern قعدة في cup shaped like structure هو mandible هنرسم two imaginary lines واحد من فوق واحد من تحت هيقسموا لل normal frontalis الى 3 areas up الى منطقة forehead وهتمثلها frontal bone middle area اللي بين الخط المجنري الاولاني والخط المجنري التاني هيتواجد فيهم big openings of the normal frontalis اللي هم two openings of the orbit و opening of the nasal cavity طيب تدريس عامة sutures هنجد من الابرة lateral angle of the orbit هيطلع خط هو يمثل الفرانتو زيجوماتيك sutures وهنحكي عليه بعد شوية وخط تاني جاي من المجنل of the lower margin of the orbit اسمه مجزل زيجوماتيك سوشر بين السوشر الاولاني اللي هو الفرانتو زيجوماتيك والسوشر التاني اللي هو هنجد العظمة بعد شوية طيب مجزله زيجوماتيك سوشر هنجد العظمة الاساسية اللي بتمثل العظمة دي سموها مجزلة أبراف زي نيزل هنجد عظمة مسلسة الشكل هي النيزل بون أما فمقسبين مع بعض ويسموه نقطة التقاء الانتر نيزل سوشر مع الفرانتو زيجوماتيك الفرانتو نيزل سوشر هي نقطة بيسموها النزيون وكذلك البيوت مجزلة مقسوم بسوشر طولي ويسموه انتر مجزل سوشر دي كانت التدريس العامة للنورما فرانتاليز أما التدريس الخاصة تتمثل في وجود عدد من الابنينجز السوشر البون البروتسيز خطوص تميز وبصفة خاصة الشكل الخاص للنورما فرانتاليز فكانت تمثلت في الآتي الفرانتال امنسيز ده كان من بقية النورما فرانتاليز شرطا اعلى الاربوت وفي الابراو راكب عليه الميدال اند اف ايتش سوبر سيلا لارش هي راون الافيشن وبيسموه الجلابيلا طيب بداخل الزيجوماتيك بونت كنال هذي الكنال بيسموها زيجوماتيك كنال فتحتها من بره في النورما فرانتاليز هيسموها زيجوماتيك وفيشيال فورمين ولا فتحتين من جوه هتظهر في النورما لاتراليز بايند زيجوماتيك ارش زيجوماتيك بون ويسموها الزيجوماتيك وتمبرال فورمين طيب هنجد فتحتين صغيرين تانين فتحتين ديت عبارة عن فتحت الكنال هذي الكنال ماشي تحت الاربوت اسمها انفرا اربتال كنال فتحتها من بره يسموه انفرا اربتال الفورمين طيب ونجد ايضا فتحتين صغيرين يوجد على ويسموهم المنتل فورمين كل هذي الممتلكات للنورما فرانتاليز محتاجة الحارس يحميها حارس مدبب اسمه انتيريور نيزل سباين اما عن النورما لاتراليز فاسهل طريقة نرسم بها النورما لاتراليز نعمل كيرفد لين على شكل حرف سي نازل من الانتيريور انت بتاعته رسمة على شكل رقم ثلاثة دي بتمثل النيزل بون في الجزء العلوي من رقم ثلاثة هنعمل سي شاب دي تانية سي شاب لفوق كبيرة دي سي شاب صغيرة ومن النهاية السوكلير رقم ثلاثة هنعمل يو شاب دي بتمثل عضمة المجزلة الزي زيجوماتيك لانها تجي جاي من كلمة زيجومة زيجومة باللاتيني كلمة تعني بوت يعني قارب والقارب هنا له جسم ولو الابر بروسس اللي هو الصاري ولو انتيريور بروسس المقدمة وبصيريور بروسس ونحكي على التفاصيل دي بعد كده طيب نازل من تحت زيجوماتيك بون هنازل بكتروجان صغير بيمثل اللاترال ترجويت بليت واللاترال ترجويت بليت ديت ديت جزء من الترجويت بروسس اللي هو كان جزء من السفينويت بون وهي العظم اللي تشبه طائر الرخ الكبير وهنحكي عليها بعدين طيب من النهاية الخلفية لحرف السي اللي احنا رسمناه هنرسم بروس صغير يمثل المستويت بروسس وده كان جزء من التيمبرال بون بينتهي بدايرة صغيرة هي هينزب من قدامها بروس اخر مدبب واسمه طيب ده كان جاي من ده هيتقابل مع آخر هيفصل الجزء ده من اللي اسمه يعني الجزء المربع اللي هيفصله عن ويسمه السويتشار ده هذا سويتشار هذا سويتشار ينتجد الخلف مع بقايا اللامدويد سويتشار طيب وقود السويتشار اللي هو بتاكل حرف الاتش اللي اسمه اتش شايفد سويتشار هيقسم النورمة لاتراليز للعظام الاتية فرانتال بون جاي من وراها برايتال بون تقع مباشرة خلف الكورونا سويتشار بينها وبين اللامدويد وتحت منهم هنجد كان لها خمس اجزاء قلنا واحد منهم اللي هو المستويت بارت والتاني اللي اسمه السكوي مستويت بارت طيب في عظمة اخر تقع بمشرة جاستي ديب زيجوماتيك ارش اللي هو جزء نشأ من التحاد الجزء ده يقع كامتداد علوي للاترال ترجوت بيت واسمه وهو الجناح الكبير للعظمة اللي تشبه دي يا جماعة كان الشكل العام التداريس العام ل النورمة eventual التهاليس النورمة ال ürast التداريس the nation انا دلوقتي انا كان عندي من التداريس العام اللي هو H shaped suture من التداريس الخاص ان فكر اتباركم بالبونز بتاعتنا يليها الفرانتال بون يليها البريتال بون و ادي كان هنا المستويت بروسس و ادي الاستيليوت بروسس دي كانت تدريس عامة نقطة التقاء الاربع لمس هي عبارة عن دايرة هذه الدايرة يقع بهايند بثلاثة سنتي ونص واباف زيميت زي جماتيك بأربعة سنتي الدايرة سنتر بتاعها يسمو تيريون وهذه منطقة خطيرة لانها تماثلها من الداخل ونظرها من الداخل شريان خطير اسمه منينجيا الارتري هذا الشريان عرضه الى ان يحصل له في حوادث الهيد ويعمل ادنزيف يقع اعلى وده مسألة خطيرة طيب ده الفرانتال الزي جماتيك سوتشر اللي كان بيبعد من وراه منطقة التيرون بثلاثة سنتي ونص تاني تدريس مهم تاني من التدريس المهم يخرج من الفرانتول الزي جماتيك سوتشر هيطاع الكرونال سوتشر عند الاستفانيون ثم يكمل بعد كده ينزل الخط ده يسموه الخط ده هيمشي ازاي هيمشي بعد كده كده فقل مستويت بروسس هيعمل لي بروز واضح بروز خطي الشكل هيسموه سوبرا مستويت كريست سرعان ما يندمج ويلتحم مع الزي جماتيك التدريس الرقم ثلاثة هي السوبرا ميتل تريانجل دي منطقة مسلسة تقع في الركن بين الاكسترنال اوديتروميتس والسوبرا مستويت كريست هذا المسلس هو مدخل لعمليات الميدل إير يسموه سوبرا ميتل لانه يقع مباشرة اعلى الاكسترنال اوديتروميتس واخيرا اخر تدريس في التدريس تدريس التشريحية للنورمالاتراليز هو وجود فشر شقة هذا الشقة هيفصل بين المجزلة من قدام واللاترال تريجوت بليت من وراء على هذا الاساس سموه تريجو مجزلري دي كانت التدريس الخاصة هناك تدريس خاصة جدا بالنسبة للنورمالاتراليز تمثلت في وجود ثلاثة بيج ديبريشانز اول ديبريشان اسمه تيمبرال فصة تاني ديبريشان انفرا تيمبرال فصة والدبريشان الثالث اسمه تريجو او سفينو بلطين فصة فين هما الفصة دي فصة يا جماعة فصة اول فصة اللي هي اسمها تيمبرال فصة تقع في بين الانفيريور من فوق وامتداده من وراء وامتداده من تحت والسوبرا مستود كريست والسوبرا مستود كريست كان بيكمل مع الزيجوماتيك ارش دي كانت حدود الايه السوبيريور والبستيريور والانفيريور ليه التيمبرال فصة اما الحدود الامامية فكان هذا البروز اللي كان اسمه الحفرة اللي تقع في هذا الركن اسمها تيمبرال فصة طب هناك حفرة اخرى لا تظهر الا من تحت الزيجوماتيك ارش تمشي تحت الزيجوماتيك ارش بتتصل مع الحفرة الليGM تيمبرال فصة فهيسموها Infra-UTambrale لكنه تيمبرال فصة واخ новا هناك حفرة كبيرة الحفرة الكبيرة ده اسمها akkor بعد مدخل القليل القليل تريجومجزل في الشر دي كان بوابة الحجرة البوابة بتريجومجزل الفشر أما الحجرة فهي ثريجوب بلطين فصة دي على الوجه الخ Jane السبوث هذه الحفرة كانت عبارة عن وطلة بين كتيرة في. تريجو بلطين فصة او سفين وبلطين فصة. لها وكومينيكيشن. انا هاخد الاربت والمجزلة زي كوماتيك بون وكبره. احنا نرفكرين ان الفشر ده كان اسمه اللي هو بوابة اللي هو مدخل تريجو بلطين فصة. هزي البوابة لو اشيلها هنجل في فالعمق في الداخل هتطلع لفصة لها تريجو بلطين فصة. شكلها لها ابيكس اس داريكت داون وورز وبيز اس داريكت اب وورز ولها اربعة وولز بتجعلها على اتصال بالأوربت وتجعلها على اتصال بالبلد وتجعلها على اتصال من فوق بالميدل كرينيا الفصة اللي هي الحفرة التانية من ارضية الكرينيا الكافيتي. اول اتصال لها بالأوربت كان عبارة عن فشر شق هليلي الشكل او ايه اللي شاب. هزي الشقي هيوصل. هيينتيلير وال افوسة الخلف او الفولور اف Tages الوربيت. هينتيف إتي على تحت الوربيت اسمها انفرا هويتال فرامن. الشقي كان اسمه انفراوس των انفيريور اوربيتالفشر. دي كان اول كوميونيكيشن. هناك كوميونيكيشن اخر. هيوصل خلفاتيцев بالبلد واسمه جريتر بلطين فرامن. يعقبه ويقاعد وراه اتنين و اسمه ليسر بلطين فرامنة لا يبنوش طبع من هذه الفيو. كان هناك كنال أخرى أو فورامين كبير هيوصل بالنزل كافتي واسمه سفينو بلتين فورامين وهناك آناثر فورامين هيوصل اللي هي البيز بالميدل كرينيا الكافتي اسمه فورامين روتاندم وأخيرا نجد فورامين صغير هيوصل البيز بالتريجو بلتين فورامين واسمه تريجويد كنال